اشتركوا في القناة تشابهت أهدافهم وتطابقت مخططاتهم وتتابعت خططهم سواء بالتنسيق معا أو كلا على حدة لكن الأهداف واحدة في السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعوب وتحديدا شعوب المنطقة العربية والإسلامية ولتحقيق تلك الأهداف والمطالب بعد السيطرة على الأرض فقد اتبعوا سياسة محددة لتنفيذ مخططاتهم العدوانية عن هذه السياسة وعدوانيتها وأهدافها ومخططاتها وآلياتها سيكون محور حديثنا ما بين أمبراطوريتين يعني هذا العنوان الذي انتخبناه في الحلقة السابقة لكن ابتداء دعوني ورحبوا بضيفي الأستاذ رائد السوداني أنا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء حياكم أستاذ رائد يعني أستاذ رائد لأوردنا ابتداء أن نتعرف على ملامح هذه السياسة العدوانية وآلياتها ومخططاتها نعم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء بالإجابة عن سؤالك الكريم أستاذ محمد لا بد من توضيح شيئين نعم الشيء الأول فيما يتعلق بقضية القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها اعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي فالكثير استخفى بهذا القرار نعم على اعتبار أن القدس محتلة منذ 1967 فلما هذه الضجة ولماذا هذا الاستنكار على قرار هو أصلا حاصل منذ 1967 الإجابة تكون كالآتي القرار ليس هين عن الحقيقة لماذا؟ لو نأتي على تطابق التاريخ الجنرال ألمبي الذي قاد الغزو المريطاني إلى القدس استكمل احتلال القدس يوم 6-12-1917 وعندما دخل إلى القدس قال قولته الشهيرة نعم الآن انتهت الحملة الصليبية أو الحرب الصليبية لنأتي متى قرر ترامب أو أعلن ترامب قراره يوم 6-12-2017 نفس اليوم لكن بعد مئة عام نعم أما ترامب من أين ينطلق؟ نعم 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 لكن هذه خلفياته الدينية أستاذ محمد ماذا تقول نعم تقول أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتعلق ببناء الهيكل نعم اليهودي أو هيكل سليمان نعم نعم هناك أستاذ متخصص في المسيحية الصيونية وهو لبناني اسمه محمد السماك ألف عدة كتب فيما يتعلق بالمسيحية الصيونية يقول أن الخطوة الثانية بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو هدم المسجد الأقصى ومعد ذلك بناء هيكل سليمان ويؤكد هذا الكاتب اللبناني أن هناك نموذجا مصغرا قد بناه اليهود للهيكل اليهودي وحتى عينوا الخدم ولباسهم محدد لأن لباس الخدم والخدم ليس كلباس المعابد الأخرى اليهودية لهم لباس خاص ولهم حركة خاصة هؤلاء جاهزون للعمل فور بناء الهيكل الحقيقي عندما يهدم المسجد الأقصى إذن انظر أين الخطورة هناك رأي آخر سياسي وأيضا لا يقل الخطورة حقيقة وهو مترابط مع هذا الشيء أطلقه أحد الساس الأردنيين يقول أن الخطوة الثانية بعد الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من أراضي 48 والضفة الغربية إلى الأردن وسيناء أي أن الأردن كدولة تزول واعتبار إسرائيل دولة يهودية مغلقة وقفلة على اليهود فقط إذن من هنا الخطورة ويتحدث هذا الكاتب محمد السماك يقول أن أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية وهو من أشد دعاة المسيحية الصهيونية تبرع إلى حملة ترامب بـ 200 مليون دولار شريطة أن يعلن في السنة الأولى من ولايته أن القدس عاصمة أبدية الموحدة طبعا ليس القدس الشرقية أو الغربية فقط لا القدس الموحدة أنها عاصمة إسرائيل الأبدية إذن انظر كيف هي القضية خطيرة نأتي إلى ما بدأناه عن الشأن البريطاني في الحلقة الماضية وما أكده أرنولد ويلسون الحاكم البريطاني للعراق بعد سير برسي كوكس حول أنه يجب أن يشيع تشيع الديانة النصرانية في العراق لننظر ماذا فعل هؤلاء البريطانيون في العراق طبعا هو يقول أن الجيش البريطاني وخلال وجوده في العراق قد صاحبه 286 قصة دينيا بريطانيا قد يكون هذا الأمر مقبولا لكن لننظر إلى الخطوات السابقة لهذا العمل وهو أن البريطانيين افتتحوا أثناء الدولة العثمانية وقبل الغزو البريطاني للعراق 27 مركز ديني أممي ينشر الدين النصرانية في العراق تابع للجيش بمعزل عن المدارس التبشيرية التي درسناها وذكرنا عنها الشيء الكثير في الحلقات الأولى من البرنامج هذه المراكز تابعة للجيش البريطاني لكنها بين الناس انظر كيف الاهتمام في هذا الشيء من قبل أعلى الأجهزة البريطانية ليس هذا الأمر فقط وإنما هناك جمعيات داخل الجيش البريطاني هناك جمعية الشباب المسيحيين هناك جمعية الشابات المسيحيات ليس فقط الشباب وإنما الشابات المسيحيات هذه أيضا ضمن الجيش البريطاني بطبيعة الحال هذه الجمعية وخصوصا جمعية الشابات المسيحيات عملها لا يقتصر فقط على الجانب العسكري أي بين الجنود لكن حتى بين الأسر العراقية تغلغلت في بعض المناطق وخصوصا في البصرة هم أكدوا على البصرة لأنها منطقة مفتوحة تعرف ميناء ومنطقة غنية ومنطقة خليط تقريبا نعم فركزوا على البصرة كثيرا نعم نعم هذا فيما يتعلق بما ذكرناه في الحلقة الماضية نعم بالنسبة للأدوات التي يستخدمها الجانب البريطاني في سياسته أو استخدمها في سياسته كما استخدم الجانب الأمريكي من أدوات داخلية في العراق في زمن الاحتلال البريطاني استاذ محمد كان السلاح الذي بيد السلطة البريطانية ومن ثم السلطة الملكية العراقية هو سلاح الأرض نعم كما حصل الآن هو سلاح المقاولات وسلاح العقارات في السابق كان سلاح الأرض نعم فعندما يوالي الشخص مثلا السلطة البريطانية أو السلطة الحاكمة الملكية فإنه يوهب الأراضي الشاسعة نعم لكنه عندما يعارض فتنتزع منه أرضه هكذا كانت هذه السياسة وهناك صورة أخرى للعهد الملكي البريطاني نعم نعم الصورة هذه إن السياسي لا تكتمل صورته وسلطته إلا بامتلاكه الأراضي نعم أي يكون إقطاعيا نعم تقريبا أغلب الساسة هكذا نعم والرئيس العشيرة لا تكتمل سطوته إلا أن يدخل السياسة نعم فتكون المصالح مشتركة نعم يعني تلاحظ هذا الشيء نعم السياسي يكون إقطاعي نعم ومن صور بعدين نفصل في هذه القضية والأرقام من صور السياسة البريطانية هو التفاوت الطبقي نعم مثلا أصحاب الأراضي طبعا هم من الأغنياء نعم اللي هم يسموهم أصحاب المضخات في زمن العهد البريطاني الحكم البريطاني كانت هناك طبقة يدعون بأصحاب المضخات الزراعية هؤلاء هم طبقة غنية الحقيقة استحوذت على الأراضي بعد قرار متحة باشا في 1869 عندما أسس الطابو فجاء بأناس لا على علاقة لهم بالزراعة واستولوا على أراضي زراعية وجعلوا الفلاح فيها أجيرا فهؤلاء أصبحوا أكثرهم إقطاعيين هؤلاء الإقطاعيين بطبيعة الحال والوا الإنجليز وعندما والوا الإنجليز أثناء الانتداب أعفوا من الضرائب بينما الضرائب ازدادت على من؟ على الفلاح وعلى العمال في المدن حتى في سنة 1931 أعتقد حدث أضراب في العراق أضراب كبير عما كل المدن العراقية لاستنكارا لزيادة الرسوم البلدية على المواطن طبعا أنت تعرف في ذلك الوقت المواطن العراق لا دوائر لا صناعة لا زراعة ومع ذلك زيدت الضرائب عليه فتم الإعلان الإضراب وإضراب شل الحقيقة شل أكثر المدن العراقية من صور هذه الطبقة السياسية الإقطاعية مثلا الملك فيصل الأول أهدى لشقيقه الملك علي الذي كان ملكا على الحجاز وهو والد الوصي فيما بعد عبد الإله مقاطعة البغيلة يعني النعمانية في منطقة واسط أهداها وسجلها ملكا صرفا للملك علي وهي عشرين ألف دونم نعم رشيد علي القيلاني مثلا استولى سنة 1927 في زمن الانتداب على أراضي تسمى مقاطعة شادي أيضا في مدينة الكوت مساحتها 2628 هذه الأرقام فقط في الكوت عندك هناك إقطاع مثلا قانون التسوية هنا قانون التسوية قانون التسوية الذي صدر في 1932 هذا جعل من صاحب الأرض الإقطاعي سيدا ومن الفلاح قنا عبدا نعم يعني حتى الفلاح لا يستطيع أن ينتقل من مالك أراضي إلى آخر إلا أن يسدد كافة الديونة يعني ما يستقبل المالك الآخر إلا بشهادة إلا بشهادة أنه قد استوفى كل ديونة مثلا هناك أراضي بمساحة 211.316 دونم استملكها أحد الإقطاعيين في الكوت بي موجب قانون التسوية باستثناء الأراضي المملوكة طابه جراء تعاونه مع الإنجليز فأصبح يملك ما يقرب المليون دونم الله نعم وآخر أيضا إقطاعي آخر أصبحت أرقام ما يمتلكه هو وشقيقة تقريبا 800 ألف دونم هذا جزاء التعاون مع الإنجليز بالمقابل ماذا يكون ماذا في الجانب الاقتصادي هل كان الجانب الاقتصادي الصناعي مثلا في نهضة؟ أبدا في زمن الانتداب تقول المؤرخة الأمريكية في بيمار أن الصناعة بدائية والنظام التعليمي في عشرينيات القرن الماضي وهو تحت إدارة ساطع الحصري ساطع الحصري الذي يصفه البعض بأنه صاحب المناهج التي رفعت من شأن الفرد العراقي أو الطالب العراقي تصفه بالنظام البائس نعم إذن هذه وماذا فعلوا في الجانب السياسي؟ نعم الجانب السياسي كان البريطانيون قد عملوا على إصدار قوانين الكودة مثلا المسيح لهم قانونهم الخاص نعم اليهود لهم قانونهم الخاص وينتخبون على أساس يهوديتهم ومسيحيتهم نعم يعني بالتفسير العملي إن السياسة لم تكن على أساس المواطنة بل على أساس الدين على أساس المذهب مما جعل الشرخ عميقا بين أبناء المجتمع العراقي هناك قضية أخرى نعم قضية الطائفية نعم الطائفية كانت على أشدها في ذلك الوقت نعم وعن تخوفهم من الأشياء الشياء الشياء فماذا يقول بالمقابل ماذا يقول هذا الحاكم البريطاني نعم أرند ويلسون عن علماء الشياء خصوصا يقول إنهم يحولون عتوا كبيرا ونحن نعرف أن العتو يعني الظلم نعم فهو يصفهم بالظالمين نعم ويصف بأقدع الأوصاف لا أستطيع أن أذكرها عن قائد الفعلي لثورة العشرين المرز الشيرازي نعم الذي قادت ثورة العشرين وأذاقهم الأمرين لكنه يصفه بأوصاف لا أستطيع أن أذكرها نعم فالبريطانيين عملوا على الجانب الطبقي الجانب الطائفي عملوا على أن لا تكون هناك زراعة إلا بيد من مالاهم نعم بمضي الإقطاع وما إلى ذلك نعم نعم يعني استطراء بالتالي هذه السياسة بنقول هذه السياسة أيضا هي العدوانية بالدرجة الأولى لتطويع الشعوب بالتالي هل أن الشعب أن الشعب في ذلك الوقت قد رضخ لهذه السياسات الظالمة أم أن هناك كانت محاولات يعني ربما أيضا لم يذكرها لنا التأريخ ليس في العراق فقط بل في المنطقة كلها نعم لا بالحقيقة إذا نتكلم عن العراق هناك هناك محاولات كبيرة هناك أحزاب هنا لكن نحن كمجتمع عراقي حقيقة نعم وخصوصا المنطقة الجنوبية المنطقة الوسطى دائما تكون عينها على النجف وكربلاء نعم وبما أن عينها نعم كان مثلا ذكرنا سابقا الشيخ مهدي الخالص كانت له صولات وجولات والشيخ محمد حسين كاشر في الغطاء كانت له صولات وجولات الحقيقة كان من المعارضين الأشداء والمطالبين الأشداء أيضا لحقوق أبناء الجنوب والوسط مما عرضه إلى الكثير من المضايقات والعداءات حقيقة من الحكومة البريطانية من الجانب الملكي العراقي وحتى من الشيعة المتعاونين مع الإنجليس نعم بالتالي أيضا يعني خلينا من ناحية أخرى هل أن الاستعمار استخدم أساليب أخرى أم بقي يعني الآن هل وظف هذه الأساليب للآن أم أن هناك أساليب أخرى استخدمها المستعمر للسيطرة على ممتلكات الشعوب بل على الشعوب بكلها نعم الحقيقة أساليب هي الخطط متشابهة والأهداف متوحدة ومتشابه لكن الوسائل الوسائل تعرف تتحدث بتطور الزمن نعم لكن دعنا نرى ماذا ينظر إلى العرب إلى المسلمين حتى ننطلق من تحديد الوسائل من تحديد وسائلهم من هذه النظرة إلى العرب والمسلمين نعم هناك الرئيس نوكسون نعم هذا الرئيس نوكسون استقال سنة 1976 إثر فضيحة فضيحة وترليت فضية داخلية الأمريكية لكنه يعتبر كلامه كلاما موجها للأمريكان ومأخوذا به حتى بعد استقالته وحتى بعد مماته مأخوذا عند صاحب القرار الأمريكي نعم ماذا يقول نعم في كتاب مهم له اسمه اقتناص اللحظة يقول إن معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على إنهم غير متحضرين نعم وسخين برابرة غير عقلانيين لا يسترعون انتباهنا إلا لأن الحظ حالف بعض قادتهم وأصبحوا حكاما على مناطق تحوي على سلسي الاحتياطي المعروف من النفط طبعا هذه النظرة لا ينفرج بها نيكسون ولا ينفرج بها الأمريكان فقط حتى البريطانيين ينظرون هذه النظرة إلى العرب والمسلمين مثلا سندرسون باشا هذا طبيب العائلة المالكة منذ زمن فيصل الأول وحتى انتهاء الحقبة الملكية عندما جاء إلى العمارة إلى مدينة العمارة يقول وجدتهم ناس متوحشين حتى كونداليزا رايس اللي هي وزيرة الخارجية الأمريكية تقول إن العالم وصخا ويجب تنظيفه ومن تنظيفه نبدأ من العراق نعم هؤلاء الأمريكان طبعا جاءوا بأساليب غير الأساليب اللي عملها البريطاني البريطاني مثل ما قلت لك كان سلاح الأرض هو سلاحة الأمريكي لا سلاحة سلاح شركات النفط سلاح سلاح العقارات سلاح الغسيل الأموال البنوك المصارش هذه كلها أسلحة بيده حتى يحرك أدواته الداخلية ويحقق أهدافه في العراق وانطلاقا من العراق إلى العالم الإسلامي والعالم جميعا تذكر الكاتبة نعوم كلاين التي ذكرنا عنها في الحلقة السابقة نعم إن الأمريكان وإبرايمر بالذات قد جمعوا 24 أو أكثر من خبراء روسيا وأوروبا الشرقية أما لماذا جمعت الولايات المتحدة هؤلاء الخبراء ولماذا لم تجمعهم من أمريكا مثلا من بريطانيا من فرنسا حلفاء تعرف أنت أستاذ محمد في التسعينيات وما قبلها في نهاية الثمانينيات حدث انهيار في الاتحاد السوفيتي وفي المنظومات الاشتراكية الانهيار بدأ بإيجاد منظمة تدعى منظمة التضامن قادها أحد عمال الموانئ يدعى لشفاليسا في بولندا هذه في بداية الثمانينيات وتطور الأمر إلى أن يصبح ليش فاليسا رئيس جمهورية بولندا بعد انهيار النظام الاشتراكي في البلد وحدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السقوط المتتالي للمنظومة الاشتراكية إلى أن جاءت الحكومات ما تسمى حكومات لبرالية أخطر خبير في هذه المنظومة الاشتراكية هو يدعى مارك بيليكا هذا مارك بيليكا جاء ب قضية خطيرة تتعرف أستاذ محمد هناك أحاديث طويلة وكثيرة عن الصناع العراقي نعم منهم من قال أن مثلا الدول المجاورة المحيطة بالعراق تتآمر على الصناع العراقية حتى تكون صادراتها للعراق هي المسيطرة وقد يكون هذا الكلام فيه نوع للصحة نعم أو هناك من يقول أن الأصحاب المعامل الأهلية في العراق يتآمرون على الصناعة المحلية حتى تكون لهم الصطوة في استيرات المواد الغذائية مثلا والألبسة والصناعية إلى العراق ومنهم من يقول مثلا مخابرات الدولة المجاورة لأنها تريد أن تنتقم فتعمل على إضعاف الصناعة العراقية وحتى أحد الوزراء ألف كتاب بهذا المعنى سمى الدولة العميقة إنه يصف إنه ما أصاب الصناعة العراقية هو بفعل الدولة العميقة وعدت معاني الدولة العميقة حتى وصل إلى أنه أحد العمال أو أحد العاملين مثلا يتآمر على أحد المعامل ليغلق المعمل القضية ليس هكذا القضية أكبر القضية أعمق القضية تتعلق بالسياسة الأمريكية القضية تتعلق بهدف الأمريكان على جعل العراق بلدا ضعيفا متهاويا متهالكا يعتمد على الرسم السياسة الأمريكية وعلى ما تخططه الإدارة الأمريكية لهذا البلد أما كيف نعم نعم هذا بلك هو ما يعني جاء في ما ذكرناه في الحلقة السابقة من أن المستعمر الأمريكي يقول أنا لا أبني دولة إنما أخلق دولة جديدة وفق قياساته ومتبنياته نعم نعم جاي بارك الله بك هذا بلك يستخدم أسلوب الصدمات وأسلوب الصدمات قائم مثلا على ماذا على نحر الصناعة وتسريح العمال نعم نعم وأن لو تنظر إلى ما يجري الآن هو فعلا نحر للصناعة وصرح أكثر عمال المصانع العراقية الحكومية أو شتت بين دوائر الحكومية الأخرى والمعامل العراقية الصناعية شبه متوقفة نعم خلينا نتوقف هذا المقدار السادر رأي ثم نعود لأكمال هذا الحديث أعزائي المشاهدي نكون معنا ولكن بعد هذا أعزائي المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى برنامجكم ظاهرة الاستشراق قراءة وتحليل وما بين امبراطوريتين أرحب ثانية من ضيف الأستاذ رأي السوداني المحببي ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء سادر رأيت في حلقات سابقة وقفنا عند يعني عدة قضايا منها كما ذكرت بأن الآخرين دائما ما يحدثون وسائلهم للسيطرة على الشعوب لذلك كانوا وما يزالوا يبتأكرون الكثير من الأدوات والكثير من المناهج لسيطرة على الشعوب منها بأنهم قد هيئوا لقطبية يعني العالم أن يحكم العالم قوى يعني أو قطب واحد ولذلك هيئوا أربعمائة خبير في سنة ستة وسبعين لتحديث نظام ما بعد انهيار الاتحاد السوفيسي السوفيتي ثم نعوم كلاين كتبت هذا الكتاب ألا وهو كتاب الصدمة عقيدة حتى عقيدة الصدمة حتى يكون من الأساليب التمهيدية للعالم كي يتقبل هذا المشروع نرى بأن الشعوب نرى بأن المستعمر دائما ما يعرف استخدام أتواته لكن السؤال هنا يعني الآخر على وهي شعوب المنطقة لا زالت يعني لا تعرف ما هو السلاح المستخدم أولا لتحريرها ثم بعد ذلك لبنائها ترى ما هو السبب شكرا جزيلا أعتقد هذا الكلام خذنا فيه طويلا وهو على عدة أوجه نعم أهم هذه الوجوه إن أستاذ محمد إن الحاكم نعم وفي طول البلاد العربية وعرضها نعم هو صنيعة أجنبية وإذا كان الحاكم صنيعة أجنبية سيكون المنهج التعليمي منهجا يحاكي ما يريده الأجنبي والمنهج الثقافي الإعلامي السينمائي الفني هو يحاكي ما يريده الأجنبي لكن هل توجد استثناءات أقول لك نعم توجد استثناءات لكن وأكد لك إن الوعي مغيب مغيب بفعل أدة عوامل أهمها العامل السياسي العامل السياسي غير صحي في البلاد العربية العامل السياسي مريض حتى المعارض حتى المعارض وأكد لك حتى المعارض هو يحاكي ما ترسمه المخططات الأجنبية نعم لذلك يعني الأجنبي أو الآخر دائما عندما يأتي لإحتلال الشعوب والسيطرة على مقدراتها فإنه يأتي بأسماء رنانة أو بمشاريع وهمية بربما ما يتطلع إليه الآخر لكن من ناهية أخرى فإنه يستخدم أسالبه الملتوية للسيطرة على مقدرات الشعوب ما تحدثنا عنه مثلا في حلقات سابقة من أن الآخر استخدم مثلا إعادة إعمار العراق مؤتمرات كبيرة أو عملية الغزو سمت بالتحرير نعم لأنه يعرف بأن الشعب وشعب مضغوط عليه شعب يعني محروم إلى ما إلى ذلك لذلك عندما يرفع إعادة إعمار مثلا العراق على سبيل المثال أو الربيع العربي مثل الربيع نعم الربيع العربي وما أدراك من الربيع العربي نعم هذا الربيع العربي الذي تفاعل معه الشارع العربي ابتداء نعم لأن كل المنطقة العربية كانت في ذلك الوقت تحت طائلة الكثير مما تفضلت به من الحكام الجبابرة عندما أتوا بهذا المشروع تفاعل معه الآخر لكن عندما لمسوا أولى خطواته صدموا صدمة كبيرة تعرف حضرتك أستاذ محمد أنه بمناسبة الربيع العربي تعرف أنه الأمريكان كم دربوا من الشباب المصريين على العلاقات العامة وكيفية التعامل مع الإعلام في حالة حدوث اضطرابات ضد حسن مبارك مع أنه حسن مبارك أحد أكبر حلفائهم لكنه استهلك لأنه ثلاثين سنة تعرف ثلاثين سنة طويلة وباستبدات وبانهيارات اقتصادية فبمخابراتهم بمؤسساتهم شعروا أن حسن مبارك أصبح ورقة محترقة أو محروقة فهم عملوا على أنه يدرب الكثير من الشباب ليكونوا في واجهة ما يسمى بالربيع العربي وقد وجدنا في الإعلام الغربي والإعلام العربي شباب فجأة ظهروا وفجأة زالوا اختفوا من المشهد خلين ناقذ هذا الاتصال من سيد حليم بابل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سماحة الأستاذ الفاضل حياكم الله أستاذ الفاضل هل لهم على الاستعمار أم على الشعوب العربية كوننا دول نامية ولا حظة ولا قوتها يعني إلا بالله يعني جاهوا بالحكام الظلمة مثل صدام القراغي يعني هي الشعب الشعب شنذنبا يعني علي الوردي يقول بأن الشعب نظام الغلبة في طبعه العربي وعاطفي ولا يعتبر من الماضي وبالنسبة للعقائج يقول قدعنا هكذا لا نستطيع أنه ولد سعيد أو ولد حجين فكيف أنه التاريخ يعني نحن نتركه ونتقدم إلى الأمام مثل الدول مثل اليابان الدورة مدخلة الحروب لماذا نحن كدنا حامر رأسنا في الرمال مع الأسف النتيجة هذا الساحب أنه يحكي بالإسلام وهو حد الإسلام ولا يطبق والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا نعم بس ساذ محمد دعني أقرأ وصايا هذا بليك نعم بالدقة لينظر المشاهد كمية خطيرة هذه الوصايا طبعا بالمناسبة هذا مارك بليك قد طرد من بلده نعم وخططه قد ألغيت من بلد لأن وصلت بلده إلى المجاعات نعم نعم لكن جاء به بريمار لي يرسم السياسة الاقتصادية العراقية نعم هذه الوصايا ماذا يقول تنصوا فرصة الفوضى بليك كي تكونوا فعالين أما بماذا فبتصريح أعداد كبيرة من العمال وتجب تصفية كل المؤسسات الحكومية غير المنتجة بشكل فوري وبدون بذل مجهود لإنقاذها عن طريق اعتمادات مالية لها من المال العام نعم وهذا الكلام غير مخفي أبدأ أستاذ محمد هذا الكلام من وزارة الخارجية الأمريكية من موقع وزارة الخارجية الأمريكية لكننا لأسف يعني جميعا بما فيهم المتكلم لا نقرأ لا نقرأ ما بين السطور ونعرف أنه حتى نعرف أن هذه هي من ضمن المخططات بالمناسبة بليك هذا من أيده ومن تبناه من الجانب الأمريكي ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أحد صقور الأمريكان الذين هوا من أشد الناس الداعين إلى الغزو العراق وول وولفوتس هذا المحافظ من المحافظين الجدد اليهودي الذي يقول جل المحافظين الجدد هم من ضحايا الهولوكوست وكون داليزا رايس التي كانت مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية في الولاية الثانية لبوش نعم خلينا 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 خلي والإندي عراقيين قد قاوموا من مشاريع الاستعمارية مشاريع الهيمنة والسلب والنهب واستشهدوا بوقفات عراقية جليلة معروفة ومدونة أولها الوثبة العراقية الكبرى عام ١٩٤٨ استشهد بإضراض الطلبة والعمال خاصة العمال الاستغار ويعني أستمح للأستاذ السوداني العذر نعم أن أنبه إلى موضوع ثورة الفلاحين في العمارة المعروفة بانتفاضة فلاحي آل أزيرج ١٩٥٥ تلك الانتفاضة التي وقفت بوجه الأقطاعين من ديهن وبوجه نظام الموالي الاقطاع والمتحالف معه دفع الفلاحون في العمارة من آل أزيرج الكثير من الشهداء والضحايا والجرحة وثبتوا لهم موقفا كريما ووطنيا مشهودا أتمنى لكم التوفير تحياتي مرة أخرى لأستاذ الفاغل السوداني وعشى أن ألقاكم بخير إن شاء الله الله يخلي حياكم الله شكرا جزيلا أستاذ الحاج عبد الحسين الرباعي الحقيقة بس أجاوبه حتى نكمل نعم أشكرك حاج عبد الحسين الرباعي أبو علي على هذا الاتصال نحن حديثنا على بداية الوجود الإنجليزي وما خطط له يعني عهد الانتداب لم نأتي بعد ذلك بعد عن ما بعد الانتداب أي ما بعد سنة 1932 نعم نكمل من دعت بعد من مثل بيليكا وزارة الخارجية الأمريكية طبعا هذا المؤتمر حدث في العراق واجتمعوا مع أصحاب رؤوس أموال عراقية وأعطوهم النصائح أحد الذين أفقروا روسيا اللي هو إيغور قيدار جاء بخطط لإفقار العراق أيضا نعم هذا أيضا كانت سياسته سياسة الصدمة تؤكد أن نعم كلاين أن العراق بعد خمس سنين من الغزو أصبح في خسخصة راديكالية ماذا تعني بالخسخصة الراديكالية؟ يعني المتطرفة وتعتقد أن هذا قرارا حاسما أن العراق يكون في جميع مجالات حياته هو بيت رؤوس الأموال نعم أن من الأساليب الأخرى اللي اتخذها برايمار نعم وبعد أن جذب العديد من الشركات نعم تقول خفض لهم الضريبة نعم من 45% إلى 15% شركات أجنبية وسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% من الأصول العراقية ننظر خطورة نعم والأهم الأفضل للشركات كان باستطاعة المستثمر إخراج كل ما ربحه في العراق إلى الخارج بدون تقييدة بأنه أن يعمل عمل آخر في العراق يعني يستفيد من العراق نعم نعم سيد راد يعني ما عندنا بعد وقته والحديث طويل خلينا نأخذ الاتصالات نجاوب على الاتصالات سيد حليم بابل يعني السبب هذا هو في الشعوب أم في الحكام الشعوب يعني الشعوب المنطقة نعم إذا ما قرناها بشعوب أخرى وببلدان أخرى استفادت يعني ربما أيضا بعد أن دخلت الحارب وبعد أن دخلت الاحتلال لكنها عادت بنائها أما في منطقتنا في يعني مناطق العربية لا تزال يعني الشعوب هكذا يعني لم تنهض لا هي ولا التولومة إلى ذلك ما هو السبب ترى؟ يعني الحقيقة هو الجواب متكرر في هذا المجال نعم الجواب إنه أولا الحكام ثانيا السيطرة الأجنبية لنأتي على البلدان الخليجية نعم هل تعتبر البلدان الخليجية متقدمة مثلا بالفنادق أو بالأبراج لننظر إلى مستوى المعرفة عند الشعوب مستوى المعرفة ضحل أستاذ محمد هي كيف تنهض الشعوب تنهض بالمعرفة سنت التكنولوجيا هي نتاج المعرفة سنت والمعرفة إن لم تكن هناك سياسة صالحة أو سياسة تهتم بالمعرفة ستكون المعرفة في درجة الصفر هذا من ناحية من ناحية أخرى نعم الشعوب العربية لم يبرز لديها قائد نعم تفتقر إلى القيادات المستقلة نعم تفتقر إلى المستقلة القيادات الوطنية هذا ما سمح به الوقت إذن القيادات الوطنية هو المطلب الأساس شكرا جزيلا لك أساد رائد السوداني كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكرا ومواصل إليكم على دقاءة أخرى نستعدكم بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنكمل وإياكم هذه الأجابات في حلقات لاحق شكرا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر